دانت كوريا الشمالية أنها تمكنت من تصنيع غواصة نووية تكتيكية هجومية وأفدت وكالة الأنباء الرسمية الكوريا الشمالية أن صنع هذه الغواصة يأتي في إطار جهود بيونج يانج لتعزيز قوتها البحرية وترأس الزعيم الكوريا الشمالي كيم جونج أون مراسم الكشف عن الغواصة الجديدة وقال إنها جزء من جهود الدفع قدما نحو التسليح النووي للبحرية في المستقبل على حد ما جاء في الوكالة إلى ذلك دانت كوريا الجنوبية إطلاق كوريا الشمالية الغواصة المسلحة نوويا وأقال متحدث حكومي في مؤتمر صحفي إنما وصفه بتصرفات الزعيم الكوريا الشمالي كيم جونج أون لا تؤدي إلا إلى الإضرار بحياة مواطنيه وحقوقهما الإنسانية على حد تعبيره